فقد شرع الله عز وجل لأهل الإسلام التقرب إليه في يوم العيد وما بعده بذبح الهدايا والأضاحي الهدايا هي ما يذبح وينحر في مكة من الحجاج وغيرهم تقرب بين الله عز وجل وأما الأضاحي فهي ما يذبح أو ينحر في يوم العيد وبعده في أيام التشريق تقرب إلى الله عز وجل في سائر الأمصار